تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال بالتعاون مع برشلونة نيوز حلقة اليوم بعد الفوز المهم جدا لبرشلونة على الريال الفوز اللي بعتبره فوز ذهني قبل ما يكون فوز بالنتيجة ذهني لأنه ببساطة وجه لريال مدريد ضربة مهمة تنافسية بعد تعادل اليوم أمس مع ريال بيتس وأيضا وضع ضغط رهي رهيب وكبير قبل مباراة 3 مدريد الليلة مع 3 كوبا الباو وأكد أنه برشلونة قادر يتعامل مع الأكم من المباراة معقدة اللي ضايدت له لنهاية الدوري مباراة كان متوقع ما تكون كثير سهلة لأنه فياريال فريق بنفس على أوروبا فياريال فريق متوازن بين الدفاع والهجوم فطبيعي يقدر يخلق بعض الفرص ممكن يهز شباكك وبنفس الوقت طبيعي أنه يحاول يقاوم لآخر اللحظة حندخل بتفصيل هذا اللقاء وأثناء مشاهدتكم إلو إذا عجبكم الفيديو بتتركوا لايك وإذا ما عجبكم كمان بتتركوا لايك لأنكم أصحابي زي ما شفنا اليوم برشلونة حافظ على فكرة 3-1-4-2 مقابل فكرة ثابتة أصبحت لنهاية الدفاع والهي 4-4-2 ما في تغييرات بأفضل الأسماء الممكنة هون أو هون الفريقين اللي بيدخلوا اللقاء برشلونة من أول ما تحول لهذا الشكل الجديد تسكننا نتعود نشوف فكرة اليوم جديدة وفكرة اليوم جديدة وشوي شوي الآن الفريق وصل لأنه ما عدت تشوف أفكار جديدة وهذا طبيعي مع التطور لكن الواضح أنه صار قادر يتمرس فيها بشكل أفضل يمارسها بكل سهولة المدرب قادر يبدل بدون ما يختل الفريق بشكل كويس وهذا التطور الجديد النضج تحت تطبيق الخطة واضح أنه برشلونة وصله ولكن برشلونة اليوم فاجأني أنا كنت متوقع منه صراحة يدخل بهدوء يدور على النتيجة يستنى أخطأ فياريال لكن اللي عمله برشلونة دخل مختلف دخل ضغط كثير فكان يسجل كلات أهداف في أول 15 دقيقة شيء مختلف لأنه أنا كنت متوقع أنه تحت الضغط البدني من المباريات يحاول يقتصد ويفوز لكن نظرية كومن بالاقتصاد عكس نظرية زيدان زيدان بيستنى وبعدين بيفوز كومن واضح أن نظرية أنه لا أنا أتقدم بعدين برتاح ظهر جليا أنه فياريال عم بيرتكب أخطاء كثير في شوته الأول دفاعيا مش عارف يتعامل مع حركية دي يونج الرائعة العظيم اليوم لعب عم بيطلع بربط بين الوسط والهجوم وفجأة بتلقى بيدخل منطقة الجزاء مش عارف يتعامل مع الأطراف فياريال عنده غلطة اليوم عاملها أنه دافع شوي ضامن حاله نحو منطقة الجزاء فكنا نشوف ديست وروبيرتو يعني حتى لما نزل روبيرتو وعلى الجهة اليسار ألبا دايما عم بيسلم الكرة وبيقدر يوقف وبيقدر يقرر هاي الجهة كانت دائما اليمين واليسار مشكلة عند فياريال لأنه قادر أن يخلقوا الفرص مع فلتان الرقاب من هون كان طبيعي برشلون يقدر يخلق عدد فرص جيد وهذا طبعا رغم أنه الهدف الثاني جاء بخطأ مطلق من فياريال ما له علاقة بصناعة اللعب لو في سلبية وحدة على برشلون اليوم فهو أنه خط الوسط أداء الدفاعي كان محدود خط الهجوم أداء الدفاعي كان محدود إضافة لأنه كان دائما قادر أحد مهاجمين فياريال يسقط ما بين الثلاث قلوب دفاع ويستلم الكرة ومنها جاء الهدف طبيعي جدا بعض المباريات ما تعطي أفضل ما عندك بدنيا خصوصا لعندما تخلص فترة اللي هي مباراة كل أربعة أيام وبعدها لازم الفريق يرجع بس هذه المسألة عند برشلون سنو شايفينها أكتر مرة فجأة بتلقي الهجوم والوسط ما عم بساندو فتصير فيه مساحات معينة بتروح ما تتعاقب عليها اليوم برشلون فاز عاستحقاق 100% بل برشلون بالمنطق في نهاية الشوط الأول كان لازم تكون نتيجة أربعة أو خمسة واحد لازم أوقف مع هدف فياريال اللي جاء وطبعا يعني خلص تسجل وردة الفعل اللي بعده ردة الفعل اللي بعده عظيمة برشلون عظيمة بتأكد الفريق هذا أصبح قوي فنيا قوي بدنيا قوي ذهنيا قادر يرد فريق أصبح يعني خلص منسجم بهذا الفريق بهذا الشكل بهذا اللي يلعبين كل واحد أنت عارف دوره وعارف مساهمته وهو عارف شو لازم يعطي ومتى لازم يعطي أكثر هذا الشيء بورينا دور كومل الكبير بالعمل اللي لازم ما ننسى مع الزمن وننسى شو الفريق اللي استلمه أيضا هدفين مهمات جدا لإجريزمان هدف أول خطأ طبعا من فياريال دفاعي إنه ما ضغطوا الأمام ولعبوا بخط دفاع متقدم إجريزمان استفاد منه بذكاء وهدف ثاني إجريزمان كان حاسس إنه هاي الفوضى مع الضغط هيصير فيها خطأ فتوقع صحيح منه هدفين مهمات تجهز إجريزمان نفسيا في هذه الجولات الحاسمة بغض النظر بدك تجيب مهاجم ولا بدكش تجيب مهاجم معك تجيب مهاجم ولا ما معك تجيب مهاجم الآن التفكير كله جولة بجولة وإنت محتاج هدف ثاني بالفريق جنب يونان ميسي ولعله أفضل شيء استعاده برشنانه بالفترة الأخيرة جودة استحواذه يعني دائما صورا نشوف الكرة قريبة من منطقة جزاء الخصم دائما نشوف الكرة عم بتدور عند منطقة جزاء الخصم أكيد الشكل الجديد وإنه رجع الفريق بلعب من اليمين لليسار بدل مكان زمان ناس الجهة اليمنى له جزء أكيد بعض التحركات بعملها ميسي وجريزمان الجزء لكن الأكيد كله إنه ثلاث الوسط اللي عند برشلونها الآن فيه تكامل عظيم جدا فيه تكامل مهم جدا حركية مفرطة من دي يونج دائما عم بيتحرك دائما عم بيكون خيار تمرير لكل اللاعبين وتقنية ممتازة من بدري اللي بتحرك بطريقة رمما ذكية للغاية ممكن بيأخذ خمس خطوات بس بتكفيه يربط أربع خمس لعبين ببعض وتقنية وجودة كبيرة جدا على الكرة عند بدري وقدرة كبيرة بالحفاظ عليها وعندنا بوسكتش بخبرته أيضا بحسن تمركز دائما موجود كخيار تمرير بين هذا الثلاثي ثلاثي متنوع القدرات متنوع طريقة اللعب الثلاثي متفاهم ومنسجم جدا مع بعضه لأنه لعب مع بعض كثير ثلاثي يمكن البناء عليه في قصة نجاح جديد لبرشلونها بالمواسم المقبلة وحتى بموسم هذا للسمان تهى صباق الدوري زي ما بنعرف بعد الهدف الثاني أنا عرفت أنه خلص يعني كومان هيعمل العكس زي ما حكيت في البداية هيحاول يهدى اللقاء هدى الأمور بعد طرد تيجيرس ما استعجل ما ضغط حاول يوفر الطاقة لأنه الآن عليه ضغط كثير والمهم بالثلاث نقاط بهذه الفترة هدى اللعب قتل الكرة قد ما يقدر حتى اليوم إدارة كومان للتبديلات لازم نوقف معها أكيد في ناس بيحبوا يشوفوا دست أكتر لكن نزول روبرتو كان واضح إنه الفريق بده شوي يدافع أكثر شوي الفريق بده يستحوذ أكثر على الكرة بده يمشي الأمور بهدوء بخبرة هذا واضح أيضا المريبة لما نزل نزل عشان يعطي الطاقة عشان يعطي اللياقة لما الأمور في الملعب صارت مضغوطة شوي صار فيها نوع من الاحتكاكات صار لازمك تنزل اللعب الأقوى في الملعب وحتى نزول ديمبلي توقيته ممتاز جدا في مسألة الارتدادات الآن الفريق حداك هيقدم وأنت بدأت لاعب سريع عنده دربة أفضل من جريزمان فتم الدفع فيه تبديلات أفضل تحسن كثير كما للعلم بالفترة الأخيرة ربما ما زال بيطلع له هفوات هون أو هون بس بالفترة الأخيرة صار أفضل من بداياته من حيث التبديلات وهذا طبيعي لما يتعرف على لاعبي وقدراتهم ومدى استدامتهم خلال 90 دقيقة مباراة أهم فيها الفوز والآن بهذه الحلقات الجاي لازم نركز دائما على شغلة واحدة النتيجة الآن لا أحد سيتذكر العبت حلو ضيعت فرص ما ضيعتش فرص وعلى سير الضياع الفرص إذا في شيء واحد بيخليني أقول أنه ممكن برشلونة ما يفوز بالدوري بناء على أداءه المتصاعد انسجامه قوة شخصيته الآن وثقته بنفسه بهذه الفترة ما فيش إلا شيء واحد إضاءة الفرص بس هي الخصم الأخطر على برشلونة في مساعي نحو لقب الدوري الآن نوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وضروري جدا أنتبويني على سيرفيس بورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة